أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين سورة البقرة هذه السورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الهجرة إلى المدينة المنورة لماذا سميت هذه السورة باسم البقرة؟ الجواب لأنها تجتمل على قصة البقرة التي فيها توجهات وإرشادات مهمة للناس بسم الله الرحمن الرحيم تبتدأ هذه السورة بسم الله تبارك وتعالى والاستعانة به لنتعلم التكرار في الاستعانة بالله تبارك وتعالى ولنتعلم أن نبتدأ جميع أعمالنا بهذا الاسم المبارك وليتركز هذا الاسم الكريم في أذهاننا فأن الاتكرار أثرا بالغا في النفس وفي الروح في معنى هذه الحروف المقطعة احتمالات من الاحتمالات أنها رمز بين الله تبارك وتعالى والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومنها القرآن الكريم من هذه الحروف المقطعة هذه الحروف التي هي في متناول أيديكم ألف ولام وميم فهل تتمكنون أن تأتوا بمثل هذا القرآن وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام ألف لام وميم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطعة في القرآن الذي يؤلفه النبي صلى الله عليه وآله والإمام فإذا دعا به أجيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك إشارة إلى البعيد وجه الإشارة إلى البعيد التعظيم للإشارة إلى كون القرآن سام المقام عال المنزلة ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه ليس محلا للريب طبعا هذا بينافي أن يشك فيه الكفار كما أن الكثير من الواضحات لا ريب فيها وأن ارتاب فيها بعض الناس كالسوفستائيين اللي يشكون في كل شيء الشمس في رابعة النهار لا ريب فيها ولكن السوفستائيين يشككون حتى في ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه صفة للكتاب هدى للمتقين الذين يتقون الموبقات فأن المتقين هم الذين يهتدون بالقرآن هذه صفة بعد صفة الصفة الأولى لا ريب فيه الصفة الثانية هدى للمتقين يعني هذا القرآن هدايا لمن اتقى وخاف من الهلكة فأن الذي يتقي ويخاف من التردي هو الذي يهتدي بالقرآن القرآن القرآن إلى صلاحية لهداية الجميع لكن الذي يتقي هو الذي يهتدي بالقرآن وهذا مثل وصفة الطبيب اللي له صلاحية العلاج ولكن الذي يأخذ الوصفة ويعمل بها هو الذي يطيب وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام المتقون شيعتنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب هذه العبارة صفة للمتقين والمقصود من الإيمان الاعتقاد بالغيب الغيب شنو الشيء الذي يغيب عن الحواسة الظاهرة من توحيد الله ونبوة الأنبياء وقيام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه والرجعة والباعث والحساب والجنة والنار وسائر الأمور التي يلزمهم الإيمان بها الأمور التي لا تعرف بالمشاهدة وإنما تعرف بحجج نسبها الله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يعني شنو إقامة الصلاة يعني الإتيان بالصلاة دائما على الوجه المأمور به بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها مما يفسدها وينقصها لذا أقامة الصلاة تدل على معنى أرفع من معنى صلة تارة يقول صلة تارة يقول أقم الصلاة أكو فرق بينهما والفرق في هذه العبارة إذا أتيت بها دائما على الوجه المأمور به هذا يسمى أقامة الصلاة أما إذا أتى به مرة واحدة هذا امتثل للصلاة ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون المتقون يحملون هذه الأوصاف يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الرزق يشمل المأكول الملبوس المسكون الرزق يشمل حتى العلم الصحة وإنفاق كل شيء بحسبه ما أعطاك الله تبارك وتعالى طعاما أو لباسا أو مسكنا أو علما أو ما أشبه ذلك فأنفقه لمن يفتقده والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون من أوصاف المتقين أيضا يؤمنون بما أنزل إليك أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الواحي من القرآن الكريم ويؤمنون بما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة من شرائط الإيمان الإيمان بكل الأنبياء لا نفرق بين أحدا من رسله وبالآخرة هم يقنون أي الدار التي بعد هذه الدنيا التي فيها جزاء الأعمال الصالحة وعقاب الأعمال السيئة هذا وصف آخر أيضا للمتقين اليقين بالآخرة بمعنى الاعتقاد بالآخرة والعمل بمختضى هذا الاعتقاد يوقنون يعني لا يشكون وبالآخرة هم يوقنون هذا من مصادق الإيمان بالغيب وإنما أفرد لزيادة الاهتمام بها وهو من قبيل ذكر الخاص بعد العام أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه أوصاف المتقين الذين يهتدون بالقرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا أولا ويقيمون الصلاة هذا ثانيا ومما رزقناهم ينفقون ثالثا والذين يؤمنون بما أنزل إليك رابعا وما أنزل من قبلك خامسا وبالآخرة هم يوقنون صادسا شنو النتيجة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء اللي يحملون هالأوصاف على هدى من ربهم يعني على بصيرة هذه البصيرة أتت إليهم من ناحية الله سبحانه وأولئك هم المفلحون الناجون فهم في الدنيا على بصيرة وفي الآخرة في زمرة الناجين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين